والمفق هناك تعمين وزارة الأوقاف على عمل المولد في المساجد فكيف العمل أحباي في الله ذكرنا هذا سابقا وهو مسجل أن من كان موظفا وأمره بأن يذهب إلى المولد النبوي وخشي أنه إذا لم يذهب يفصل من وظيفته فهذا مضطر أو حاجة حاجة شديدة وأهل العلم يقولون الحاجيات تنزل منزلة الضروريات وبالتالي هذا يذهب بمقدار ما يثبت وجوده ثم ينصرف ثم ينصرف أجبنا عن هذا بالتفصيل سابقا ما معنى السنن المهجورة وأعطي مثالا على ذلك سنن المهجورة بمعنى سنة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يطبقها إلا القلة من الناس مثال ذلك دخول المقبرة حافي القدمين فهذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الذي يطبقها قلة فلو نظرت إلى جنازة مع مثلا مئة شخص فانظر إلى أقدامهم قل لما تجد شخصا قد خلعنا له ودخل حافي القدمين بل نرى أحيانا عشر جنائز متفرقات وكل جنازة معها خمسين ستين أو مئة يعني فيه حوالي ألف شخص ومن الألف لا نرى أربعة أو خمسة ممن طبقوا هذه السنة بل بالعكس يأتيك بعض الناس يقول لك يا شيخ دي الشالح من رجليك شو فيه شو مالك يا شيخ فيه شي بوجعك ولم ضي شب شبك إذن هذه السنة سنة ضائعة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في المقبرة وقد لبس نعلين سبتيتين نسبة إلى بلد فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عنك سبتيتيك فنظر الرجل فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعهما ورمى بهما ما قالوا يا رسول الله شو الحكمة ما قالوا يا رسول الله هستبدو قدشوك قل الله هذا كله لا يعرف سمعنا وأطعنا وهكذا في عشرات الأمثلة يوجد سنة مهجورة نصر الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن نحي على السنة وأن نموت على السنة والله الهادي والموفق وصلى الله وبرك على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وصحبه